اشتركوا في القناة عن الشكر والامتنان الجزيلين للحفاوة والتعاون الذين حظي بهما من سموه وحكومة مملكة البحرين الموقرة أثناء فترة عمله معربا عن تقديره لجهود البلدين الصديقين من أجل تعزيز القيم العالمية كالسلام والاززهار في المجتمع الدولي وجدد معالي رئيس الوزراء الياباني السابق شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مستذكرا زيارات سموه لليابان وحضور سموه مراسم تتويج جلالة إمبراطور اليابان في العام الماضي وما كان للقاءاته الثنائية على هامش تلك الزيارات من أثر في توثيق العلاقات بين البلدين مؤكدا ثقته التامة في تطور ونمو علاقات البلدين في المستقبل متمنيا لسموه موفور الصحة والنجاح ولمملكة البحرين السمرار التقدمي والاززهار